محكمة أوروبية توقف ترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا في اللحظة الأخيرة قال مصدر حكومي إن أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا ألغيت في اللحظة الأخيرة بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر بوقف ترحيل العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا على متنها وفي تغريدة على تويتر قالت منظمة جيرفور كاليه المتخصصة في الدفاع عن طالبي اللجوء إن آخر تذكرة طيران ألغيت لا أحد سيغادر إلى رواندا اشتركوا في القناة